الاستهدافات وعمليات الاغتيال الإسرائيلية والتي كان آخرها استهداف القياد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا دلالات هذا الاستهداف وكيف ستتعامل إيران مع هذه أو جريبة الاغتيال كما اسمتها تفضل تحياتي لك أستاذ عادل تحياتي لأستاذ المشاهدين كرام نعم لا شك أن التكتيك الإسرائيلي المتبع في استهداف قيادات ميليشيا حرس الثوري الإيراني في سوريا قد تغير من مرحلة استهداف النقاط العسكرية الثابتة إلى الاستهداف المباشر للأرتال وهنا أتحدث عن بعض الأرتال التي كانت تتحرك في محيط محافظة دير الزور لكن اليوم نتحدث عن استهداف شخصيات هذا تكتيك جديد قد استخدمه الجانب الإسرائيلي والذي سيكون له مؤشرات ربما تختلف عن العمليات السابقة وبالتالي نتحدث عن تغيير كبير حصل في التكتيك الإسرائيلي المتبع تجاه استهداف الميليشيات الولائية في كامل الجغرافية السورية لسيما القياديين عندما نتحدث عن استهداف شخصية تمثل أهم ركائز المشروع الإيراني وهنا أتحدث عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني والذي يمثل عقدة ارتباط ما بين القوى القادمة من وإلى سوريا ومنها إلى لبنان إضافة إلى أنه يشرف على تلك المنطقة التي تعتبر أبرز النقاط العسكرية وأهم الأحزم الأمنية التي تم إنشاؤها مؤخرا تحدث عن محيط العاصمة السورية دمشق منطقة السيدة زينب حيث تتمركز فيها تلك الميليشيات لكن لافت في الأمر أن هذه الاجتماعات الرسمية التي كانت تنفذها أو التي كانت تقوم بها تلك الميليشيات اليوم انتقلت من مرحلة استخدام الكتل السكنية الثابتة التي كانت في السابق تستخدمها إلى استخدام المزارع وكانت آخر تلك الغارات هي استهداف لأحدى المزارع وبالتالي أرى بأن الطرفان هنا أتحدث عن جانب الإسرائيلي والجانب الإيراني الجانبان يعرفان مدى أهمية تلك الرسائل وكيفية إدارة تلك الأزمة لكن الجانب الإيراني أعتقد بأنه ليس بمقدوره الرد المباشر على الجانب الإسرائيلي نظرا لأنه يدرك تماما بأنه في حال وجود اشتباك مباشر بأن الميليشيا ستفقد كل تلك المكتسبات التي حققتها على مدار 13 عاما في داخل الجغرافية السورية ترجمة نانسي قنقر